السلام عليكم ازايكم اخباركم ايه يا ربكم بألف خير النهاردة احنا فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة لسيدة روسية انما ايه بقى فرفوشة جدا نغنوشة جدا تعالوا نشوف كمان حياتها عاملة ازاي وكمان ايه جو الفرفوشة اللي بتخلقوا لنفسها في الفيديوهات تعالوا نشوف كل الحاجات الحلوة دي مع بعض هي اول حاجة كده بتحرفنا على بيتها وزوجها واولادها هي معاها بنتين وولد هنشوف كل التفاصيل دي كمان مع بعض هنكامل الفيديو الاخر وهنشوف كل التفاصيل بتقول طبعا بتصحي من النوم على الروتين اليوم بتاع كل يوم تنظيف البيت بالمكنسة ومسح المريات والازاز والكلام ده كله وتلميع الاساس بتاع البيت بعد كده طبعا بتخشي على المطبخ والطبيق بتاع كل يوم اللي ما بيخلص فيه طبعا بعد كده غسيل ومكوى بتقولك يعني بمعنى اصحي كده اللي احنا بننام بنصحة فيه كل يوم بتصحي على الموال ده تنظيف ومسح وكنس وغسيل وكب يهدوم وتطبيق يهدوم ومسح الارض بالشرشوبة يعني موال كبير جدا هي كمان دلوقتي هتدخل معانا في التفاصيل وهتقولنا كل الكلام ده بس بطريقة فرفوشة وحلوة جدا هنكمل كل الكلام ده مع بعض وقبل طبعا ما نكمل الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوكو كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها ويلا بينا نكمل الفيديو ونشوف طريقتها كمان المضحكة جدا في عمل كل حاجة في البيت والمطبخ عاملة ازاي بتقول حاولي كده ما تحسيش ان اليوم ببقى كئيب حواليكي ان انت مضغوطة حاولي تاخدي كل حاجة بفرفوشة ما تاخديش كل حاجة على اعصابك وان انت بتبقي متضايقة وبتزعائي في ولادك هنا وبترزعي دي هنا وبتخبطي الحلل كده فوق بعض والجران سمعين صوتك كده وانت بتضعائي من وشمال على ولادك حاولي كده تبقي برفوشة في النص يعني ما تضغطيش على نفسك تعالوا نشوف هنا كمان برضو خروجاتها بقى والفسح بتاعتها عاملة ازاي هي تاخد نكا طبعا بقى جولة معاها هناك اه في الزحلقة بقى على آآ عستالج وكده وهنشوف كمان آآ روتينها هناك بيكون عاملة ازاي والجو الحلو ايه اللي هي بتحب تحس بيه شايفين طبعا بقى ما شاء الله عليها وهي بتزحلق كده بقى ايه استاذة يعني طبعا بتقول بقى هم هي بتلاقي يعني عاملة متعتها كمان في الجو الحلو ده تعالوا نشوف هناك كمان برضو المدينة عاملة ازاي اللي هي بتروح آآ تزحلق فيها وبتقول طبعا كل الناس بتبقى راحة كده ومستمتعة جدا باللحوزات الحلوة دي سواء كبار او اطفال وبتقول يعني ان هي بتحب الترفيه في الاماكن دي جدا عايزين بقى كمان تشوفوا ليها وصفات حلوة جدا هنشوف كمان مع بعض طريقة الجبن الروسي مع بعض لاول مرة واحنا بنكمل الفيديو جايبا لكم ليها كمان وصفات هيلة جدا هيا ما شاء الله عليها يعني استاذة في المطبخ بس حبيت كمان ابدأ معاكو فاقرة المطبخ كده بلنطيتها العسولة وهي دخلة معها المطبخ وهنشوف هتعمل لها ايه طبعا حاجة كل الاطفال بتبقى مدمنة حكاية المصصات عارفين بقى المصصات بتاعة الاطفال اللي بتحبها دي اه هي عاملية هنا طبعا بتقول بالسكر وبتحط عليها المية لحد نتجمد على النار وبتبدأ تعملها لها لو انتي حابة تضيف لها لون من عند العطار وكده حابة تحط لها فيها مجموعة من الفرماسية حابة تحط لها فيها شوكرة شيبس حابة تحط لها فيها اي حاجة تقدري تعملي كده وحابة كمان تضيف لها شوكولاتة بحيس طبعا الاطفال بتحب الحاجات دي جدا فبدأ ما تشتريها من برا تقدري كمان تعمليها لاولادك في البيت وشايفين طبعا ولادها فرحانين بيها قدقين فبتقول بقى شكلها حلو جدا تقدري تعمليها في البيت وقافية بكتير من بتاعي ببرا على الاقل حاجة انتي ضمنها تعالوا نشوف هنا كمان برضو الترطة اللي هتعملها معانا من السلطة حطت هنا طبعا اول حاجة آآ اللي خاصة الكابوتشة حطت مايونيز حطت الجذر حطت كمان آآ قطع بقى بتقول حابة ضيفي قطع من الفراخ قطع من السلمون قطع من التونة آآ للسلطة بتاعتك دي حاجة اختيارية بتحط كمان طبقات كده زي ما شفنا كمان حطت طبقة مجروشة من المكسرات طبقة من البنجر يعني بتقول كل الحاجات اللي انتهض فيها دي حسب اختياراتك انتي عما كمانا آآ في الآخر آآ طبعا كيتحطروا المون زي ما احنا شايفين وهتقول كده هتعميه طبق سلطة مميز جدا تعالوا نشوف هنا كمان برضو هتعمل معانا كزا فكرة وكزا تكة مع بعض من الفراولة ومميزة وحلوة جدا تعالوا نشوف مع بعض هي هتعمل ايه? اول حاجة كده بتقول بتجمع الفراولة اللي هي مسكة من نفسها شوية اللي متمسكة وهتبدأ كمان تعانها آآ في الفريزر في علب زي ما احنا شايفين وبعد كده بتجيب بقى الفراولة اللي خلاص يعني آآ بسها اتهرت شوية استوات اكتر بتبدأ كمان تضربها معانا كده بالهاند بلندر او طبعا في الخلاط زي ما انتي عايزة وبتبدأ كمان تعبيها كده في العلب بتاعة التلاجة اللي احنا شايفينها دي مع بعض وبتقول العلب دي حلوة جدا على قد استخدام مرة واحدة ممكن كمان تخسيها وتخليها عندك تعالي نشوف كمان بقى هنا فكرة تانية هتعملها معانا بالفراولة جابت هنا كمان برضو الفراولة وهتبدأ تخسلها برضو كويس جدا بس المرة دي هتعمل بيها حاجة مختلفة بتقول لازم الاول حاجة هنعقم الغطيام بتاعة البرتمانات والبرتمانات كمان برضو جدا لازم ان نعقمها الاول بمية سخنة جدا ليه بتعقمها عشان طبعا ما تسعملش آآ طبقا من العفونا بعد كده على الحاجة اللي انت هتحطيها فيها بعد كده جابت معانا الفراولة ونزيت عليها بكمية من السكر كباية سكر في كل برتمان زي ما احنا شايفين كده مع بعض وهنشوف هتعمل فيها بعد كده ايه وبتضيف عليها مية دافية برضو وبتقفلها طبعا وبتحكمها في الغلق كده زي ما احنا شايفين وبتقول ده بعد كده بتعمل منها كأنها مربة بس يعني مغير بقى ما تحطها على النار ولا اي حاجة خالص بتقول بتنزل القصوص على المية اللي احنا شايفينها دي وبتبقى طعمها حلوة جدا كأنها بالضبط عارفين بقى عامنا الشرباب بتاع المربة كده بتضيفه بقى على على الصصاب بتاعت الترط كده بتبقى طعمها حلوة ومميزة برضو نفس الطريقة هتعمل كده في الكريز طبعا الكريز هناك متوفر عندهم كمية كبيرة واسهروا طبعا مش غالية بالنسبة لهم هناك فعشان كده هي هتعملوا بطريقة حلوة جدا بتضيف برضو عليه المية المغلية وكمان المية المغلية برضو على البرتمان على الغطيون بتاعة البرتمان وبعد كده بتصفي البرتمان من المية السخنة اللي كانت موجودة فيه وهتضيف برضو على كل برطمان قيمة كوباية سكر وبترجع تضيف مية مغلية تانية وبتقفلهم برضو كويس جدا بحيث كأنها يعني بتعمل الشرباب بتاع الكريز أو الشرباب بتاع المربى وكمان يعني كأنها بالضبط يعني عارفين بقى المربى بتاعة الكريز والفراولة نفس الطريقة بالضبط بتاخد مصطوص بتاعهم ده للحلويات وكمان بساعة الفطار بقى أو العشب تبقى طعمها حلوة جدا تعالوا نشوف هنا كمان برضو الطريقة التانية اللي هتعمل لنا بيها ورق العنب طبعا هم هناك برضو بيحبوا ورق العنب جدا فتعالوا نشوف هنا كمان فكرتها وتكتها وحركتها في ورق العنب حتت برضو الخلطة بس هنا الخلطة بقى مش حتا فيها روز كتير حتا في الخلطة هنا يعني الاكتر هي اللحمة المفرومة بتقولها حشان تديك طعم ومزاق حلوة جدا مع ورق العنب وبعد كده ضفت الملح وهتغطيه هنا كمان كده بالطبق زي ما احنا شايفين وهنشوف بعد كده هتعمل ايه شايفين طبعا شكله من جوه حلوة جدا تعالوا نشوف هنا بقى ابنها البيبي الصغنطوط العسل ده هنا كمان بقى كانوا فرح وهنا كمان صورت جزهة وبانتهى المقطع ده تعالوا نشوف كمان هنا برضو حاجة تانية حلوة جدا هتعملها بالفراولة زي ما قلتلكم طبعا كازا فكرة اول حاجة بقى هي حابة تسيح الشوكولاتة الشيبس الشوكولاتة البيضة والشوكولاتة الغمأة فعملتها طبعا في حمام مياه سخنة زي ما شوفنا كده وبدأت تصفيها الاول كويس جدا وبعد كده هتجيب الفراولة عشان طبعا نضحك بقى على الاطفال الاطفال طبعا بتحب الفكهة وكل حاجة بس فيه اطفال كتير جدا ملايش في الفواجه تعالوا بقى نعمل لهم الفكرة الحلوة دي بالشوكولاتة ونحط بقى عليها الفرماسين ونحط عليها شوكولة شيبسة الوان يعني كل الحاجات دي بقى تقدر تتحكي بيها على الاطفال بتوك وتقدر كمان تستغلي الحكاية دي ان هم يكلوا الفواكه بطريقة مميزة وطريقة مختلفة كمان وشكل العلبة شايفين بقى شكل العلبة مميز كدا وشكلها حلو تفتح النفس تعالوا نشوف هي الاول بتقول هي بتعمل ايه بنفسها قبل ما بتعمل اي وصفة هي بتنزل اسواق بنفسها بتحب تختار كل حاجة بنفسها كل طرابات البيت بتاعتها جابتها وهي جاية من بره هتبدأ كمان ترجع البيت كده معانا وهنشوف هتعمل ايه تعمل طبعا الفطير اللي احنا شفناه دلوقتي مع بعض وطبعا انا على تلك الفطير دي قبل كده هي حطت طبعا الدقيق ومية ولبن وحطت الملح وكمان شوية سكر صغيرين وجابت هنا برضو كمان دلوقتي معانا الجبنة المتذرلة او اي انواع جبن عندك وضفت عليها كمان بطين كده وهنشوف دلوقتي هتعمل ايه جابت العجينة بتاعتها وحشتها من جوة بالجبنة طبعا قبل كده جبتلكو ناس حشينها بالجبنة وبالخضار انتي عايزة تعمليها بالجبنة بس دي حاجة اختيارية وبتعمليها طبعا على الجريلة في النار واستحسن كمان تغطيها وبعد ما بتطلع بتدينيها بالزبدة شايفين طبعا شكلها حلو جدا تعالوا نشوف هنا كمان برضو الفطير اللي باللحمة المفرومة دي شكلها الدقيق حلو قوي حطت الخميرة طبعا وعليها السكر واللبن عشان نشوف تفاعل الخميرة هتبقى عاملة ازاي وبعد كده دوبت الزبدة مع اللبن كمان وهتبدأ تضيفهم هنا على البيض والدقيق والخميرة بقى والدقيق كل الحاجات السايلة مع بعض وبعد كده الدقيق وهنسيبهم شوية على ما يخمارك ونهي خلصت اللي بتعمله جابت البصل وحطت عليه الملح والفلفل وهتنزل بيه على اللحمة المفرومة بتاعتنا وهتحط في النص اللحمة المفرومة وشكلها حلو جدا تعالوا نشوف فيها هنا كمان الجبنة في روسيا بتتعامل ازاي هي اول حاجة جابت معانا الملح وكمان سكر في قطعة كبيرة كده من البولة الكبيرة اللي احنا شايفينها دي مع بعض وحطت كمان حاجة موجودة عنها طبعا في مصر اسمها المنفحة وبعد كده بتجيب الجبنة وهتقطعها مكعبات وهتبدأ تحطها في البرتمان كده وهتضيف عليها بقى المحلول بتاع الملح والمنفحة بتاعت الجبنة وهتضيفها دلوقتي عليها كده او الكربوناتو يعني فيه ناس كده بتضيف الحاجات دي اشتركوا في القناة اول حاجة طبعا في الوصفة دي شبحت اللحمة كويس جدا بعد كده هتنزل عليها بحلقات البصل زي ما احنا شايفين وبتقول بتخالي طعم اللحمة مكرمل وحلوة جدا في نفس الوقت بعده قطعت رنشاط الجذر وبتقول دي حاجة اختيارية حسب زوقكو طبعا في الاكل لو انتو بتحبوا الجذر مع الاكل وكده وبعد كده هتحط راستهم ببعضها كده زي ما احنا شايفين يعني هي دي بقى التاكة المختلفة اللي هي عملتها وبعد كده بتشيلها وتحط معاها الرز يعني طبق ده بيكون شامل كل حاجة الرز مع اللحمة مع الاكل كله عمتا يعني الطبق ده كامل من كل حاجة طبعا لو وصلتم هنا للفيديو اتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايكات الحلوة اللي منكم والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلوكو كل جديد من الفيديوهات اللي انا بنزلها واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديوهات الجاية ومع السلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة